السلام عليكم لبنات مرحبا بكم في قناة اميرا كوزين دي زايد نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله جبت لكم الوصفة التي طلبتها مني هي وصفة عجينة الرشتة يعني ماشي الرشتة سياجوس لاباتس التي نخدمها الرشتة نبدأ بالمقادير ان شاء الله هنا وش نستحقوا في الرشتة نستحقوا انا نخدمها غير بسميد ما ندرش فيها الفارينة لبنات هنا عندي حوالي 700 غرام سميد لرطب انا نستحقوا في الرشتة نستحقوا في الرشتة هنا نبدأ نرون العجينة نفرغوا طريقة هنا يعني هذه الكمية 600 حتى 700 غرام تعطيكم حوالي كيلو تاع الرشتة يعني كيلو تاع عجينة الرشتة هنا نزيدوا الملعقة كبيرة على الملح كما راكم تشوفوا ونبدأ اللمو الرشتة هنا لبنات اللموها يبسى ما ندركوها موالو تلموها يبسى يعني ديرو لها الماكي تتلمسة ما تجيش لازم ترية ما يكونش فيها العلك باش ما تعذبناش كي نروحون نخدموها يعني هالطريقة اللي نوري فيها للمبتدئات كيلي بلك يعرفوا ديرو الرشتة يعني جيهم بلك ما نبالي شنا بلك كالكوزيتا بيجوه من بيزار ما أنا نوري فيها للمبتدئات كي ما بديت أنا نتعلمها وهذه الطريقة اللي سهلت عليها بزاف ها هي العجينات اللي بنا تشوفوا كيف تتلم قلت لكم تتلم يبسى ما تدلكوها موالو لموها يبسى ما تجروهاش هنه نديرها في كيس بلاستيكي ونخليها تريح واحد ال 15 دقيقة نحطوها على جه نخلوها تريح كي ما راكم تشوفو 15 دقيقة ونعودو نرجعو نبدأ ونحلو العجينات أنا هنالبنت ما نحلهاش بالفارينة نحلها بالمايزينة ستقوني تجيكم خفيفة بزاف و تجي بنينة خير منتع الفارينة كنت اخترا لولا قحف كي جربت الرشتة حليتها بالفارينة ستقوني تجي ثقيلة و تستبنو هذيك كي تمرقوهات و تستبنو هذيك الفارينة ما تجيش البنة التحامليحة و كي يكون فيها الفارينة بزاف لبنة الرشتة تعناه ما تبغيش تشرب بنا المرقة يعني هذي حاجة نعمل موراكم تعرفوها هنا نبدأ نحل العجينة التاعي انتوما البنة تقديروا ديروا غير كمية صغيرة اللي لأول مرة رايحة تبدأ دير غير نصر طلع دقيقة ولا وتسييبه يعني مش شرطة ديري كمية كبيرة تخدمي كيلو ضربة واحدة تخدم غير طلع 500 غرام ولا تعال يعني حوالي 250 غرامها ككمية صغيرة تسييها ولا يعني ستقتلك تبدي تعاوديتها تخدمي كمية كبار هنا نحل شوفوا نوريكم كيف اشدرت يعني نقصوا دي بند هنا يعني شوفوا البنة كل واحدة تخدم بالطريقة اللي تساعدها تبغوا تقصوا وقال عجينة التاعكم باستخدامها تبغوا يعني كل واحدة تخدم بطريقة اللي تساعدها هنا سيبا سيبا نسييانس اكزاكت اللي لازم يعني خطوة بخطوة وورا كمية راكم شوفوا نحلها شوية بيدي بالحلل ونبعد نبدأ ونفوتوها في الماشينا يعني ما تديروش لحجينة خشينا في العب في الماشينات تعاكم باش ما تتخسروش الماشينا وكي ما قلت لكم البنات تحلوها بالميزينة ما تحلوهش بالفارينة هنا هاهي الماشينات تعي نبدأ نحل في العجينة كي ما راكم شوفوا نبدأ يعني من بالعقل انا عندي الرقيق هو نميرو ام عندي من الويت تبقيلها حتى اللو ان يعني انتم ما تبدأوا حلوهات تدريجيا نروحوا غرب العقب الماشينات تعاكم حتى تلاحقوا نميرو الرقيق كامل كما انا قلت لكم اللو ان هنا يبدأ يعني درت له سات ثم بعد درت له كات وبعد ندير له دو وفي تالي قاعد ندير له ان يعني باش نستحفظوا على الماشينات تعاكم سمحوا لي هنا على اليد تاعمة ما لقيت بلاسة ونحط الماشينات ونصور لكم لها غالب هاكم تعرفوا كوزينتي صغيرة هنا ما زالت خشينا نزيد نحلها البنات كما راكم تشوفوا حلوها الرقيق قاعد تالي يعني نميرو التالي اللي عندكم اللو اعلم سيلويت ولا اللوناف ما على بلش كيف اشداري الماشينات الاخرين انا عندي هذي شريتها من اليدل وعندي الرقيق هو الان تحلوها يعني رقيق وكي تشوفوا تبدو تحلو البنات لاش تبليل عجين تاكم بدا يلسق زيدو ذروع له شوية على مايزينا انشا اللي هو انشا وتحلوها عادي فوالا البناتنا هذا هو الرقيق اللي عندي هنا ايوت بلك في الكاميرا مايزينا تشوفوها قدامكم رقيقه شوفو هنا بعد نجيبو يعني انا ما درت شوية مايزينا تشوفوها لقد نحطت فيها وبدا يتوشي لي على قدرت تفوقي البلون تعطيو لنجيبو نتشفتها من الجهة كل مرة كما قلت لكم قلبوها كي تشفوها باللي نشفت عاودوا قلبوها الزوجة لا تقلوها فقط كي تتقطعوها سوف تتقطعوها سوف تبتعوها والجهة و تتقطعوها و هنا لبنات نعتذر كنت نصور لكم تي غاكتهم والبروندوت خبايي تايرة مع مرب الميزينة هنا شوفوا لبنات للمبتدئت باش تجيكم سهلة انا ندهنها خفيفة بزيت كما راكم تشوفوا بالبنسو قبل ما نقطحها باش ما تلسق لكمش لبنات يعلى كل حال كيفيها الميزينة ما تلسقش من المبتدئت لي الخطر اللي رايحة تديرها ديروا هاذ الطريقة ستقوني راكم رايحين تنشحوا في الرشتة تعكم من المرة الأولى بالخطر الأولى تديروا هاراكم راحين تنشحوا فيها ما تعذبكمش خلاص هنا شوفوا نبدأوا نحلها في هذيك الرقيقة قاعدكم تعرفوا تعصباكي تي نعمل ونبدأوا نحلو العجينة تعنا نقطعوها شوفوا كيفيش تهبط قلت لكم يعني بها الطريقة كي تكون بالميزينة وديروا لها شوية تعزيت شوفوا كيفيش ما تتعجن لكم اولو شوفوا كيفيش جات رقيقة البنات ستقوني ما هي شريحة تعذبكم شوفوا كيفيش جاي شوفوا كيفيش تقاطع مليحة لبنات هنا نقدر دجال قدرت تاعي تسخن يعني نديروا فيها الميغلي جيبوا الكسكاس لبنات يعني أنا نطعت طريقة للمبتديئات جيبوا كسكاس تعكم ادهنوه بشوية على الزيت كي مراد كي مراد نديروا ونايا بالبنسو ولا بيد ديكم تهنوه مليح مليح قعف الأطراف باش كينديروا العجينة تعنا طفور ما تلسقناش ولا ونبدأوا نديروا البنات كي تفوروها ردوا بالكم ما تعمروش الكسكاس خطرة واحدة في المرة اللولة يعني تفورو كميات صغيرة هي على كل حال ما تشدش الوقت في التفوار دقيقة زوج ساي غير تشوفوا الفار يخرج لكم من الكسكاس هاي هنا البنات شوفوه يعني تحسوها بليد خلها الطياب تحولو الماء بالتفوار يغلي يتأكد للماء غالي يجب ان يكون الماء غالي لكي تحطوا الكسكاس تضيعوا كميات هنا هاي هنا البنات شوفوه يعني تحسوها بليد خلها الطياب سوف ادخل مصر اشترون ان ترشتها و ادخل مصر احنا انها مصر اشترون في الجفن الى ادخل الى 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 زيت لا تلصق لكم في الكسكاس اشترون مصر جميع العزينة الى الى مصر بيتها عملي عملي تحلوها ثم ثم كيف تكون سخونا يعني نفرغها مليح كيف تعالون تكون سخونا نستطيع سخونا نقوم بتحلوها كما هكذا تخبلا حلوها مليح و تفلوها يعني نقعدوا هكذا نقوم بتحلوها تحلوها نحلها كنسيدو سويت حتى نكمل كامل لعجينة سوف نطيبها لكم هذا الاخطار لبنات ولكن ان شاء الله هذه درتها للناير ها هي البنات الرشدة التاعي صدقوني تجي بنينة 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 تجي خفيفة تجي ولا اروح شوفوا اشياء ترقية البنات و تجي شابة هذه هي خلوها تنشف البنات يعني ما تدروهاش توت شويت في الكنجيلاتور خلوها تنشف مليح تشرب المتحانة كما هنا يدرتها يعني خليتها بتليلة كاملة تغطوها في كالانج برو بخو تخلوها حتى للغد من ذاك باش عد تديروها في ليسا شي تدخلوها في الكنجيلاتور هذه هي البنات بالنسبة للوصفة للرشدة التاعي نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم ونهار ان شاء الله نروح نطيبها بالمرقة التحان نوريكم بإذن الله طريقة التاعي لنديرها يعني هي الطريقة المعتمدة عند قعنلت ليس طريقة شوفوا البنات حال تجير قرشدة وتجير ترونسبارونت يعني متجيش سباكيتي ردوا بالكم متجيش كما سباكيتي جي ولا ارواح وانا دقيقة البنات نستعمل لغونا البنات نقول لكم تهلا وفيرواحكم ماذا بكم تشجعوني بالتعليقات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة